هذا ورجحت مصادر سياسية مطلعة عودة التيار الصدري إلى المشهد واكتسبت الدرجة الحتمية لكنها لن تكون عبر انتخابات مجالس المحافظات وأكدت المصادر أن تصدر التيار للواجهة السياسية العراقية ربما يكون من خلال انتخابات مجلس النواب ونتيجة أحداث طارئة تحصل في العراق خلال السنة المقبلة من أزمات وغيرها لكن هذه العودة ستكون بشكل لا يقبل القسمة على اثنين مبينة أن اتسحاب التيار الصدري وإن كان خارج رغبة الكثيرين إلا أنه وضع الإطار بموقف حارج أمام المواطنين بسبب فشله بتوفير الخدمات وتطوير العجلة الاقتصادية رغم امكانيات العراق الضخمة وانعكاس ذلك سيكون سلبيا على قوى التنسيقي عكس ما سيحصل عليه الصدريين